كابتن شريف ألف مبروك مبروك يا كابتن شهوت أول ولسه شهوت الثاني إن شاء الله ألف مبروك فوج مهم جدا للنادي الآلي وجماهيره مؤسسته كلها يعني رغم الرطوبة العالية ورغم اللي احنا نوهنا عنه قبل المباراة ان احنا هنقابل صحابات كتير في الملعب ده أحسن هالملعب بصراحة الملعب أرضيته بتساعد انك انت تقدر تقدي جيم كويس يعني ولكن واضح جدا يعني إن الحالة البدنية عندك متأثرة تماما واضح جدا إن التشكيل اللي انت لعبت به أول هفتايم غير التشكيل اللي لعبت به تاني هفتايم واضح جدا إن انت زمام الأمور كلها في الشوط التاني بعد التغييرات اللي احنا نوهنا عنها بين الشوطين حدثت فرق كبير جدا إنك تقدر تستلم الكرة في نص الملعب بوجود أفشة بوجود سرعة طار محمد طار بوجود رضا سليم بوجود كهرباء لما كان موجود لو كان استغلت كون الفرصة اللي جات له دي كان أنهى المهمة كمالا يعني أنا ما قدرتش يقول مهمة انتهت احنا تمنينا النهاردة أنا قلتلك إن شاء الله هنكسب واحد سفر النهاردة تعال نتيجة إيجابية أنا هي دي النتيجة بالنسبة لي الهائلة منين سفر كمان الأحسن يعني فبس كان لدينا شكل تاني تاني هفتايم اللي احنا ياريتني يبقى من الأول المبرارة بهذا الشكل والبديل ما وعد معايا ولكن إن أنا ألعب واحد راجع من إصابة زي حسين الشاحات كويس وحمله في الضغوط دي وفي الجو ده مودست أعتقد إن هو ما يبتديش المباراة أصلا يعني كان مين معنا تاني في الهفتايم بيرستاو بيرستاو من ساعة ما رجع من أفريقيا وهو بيبحث عن نفسه مش قادر زي ما يكون نفسيا هو مش قادر يتجمع الأداء بتاعه القديم اللي هو كان بيه كنت دائما نشوفه من ناحية الجناح بيخش من بره ويروح داخل لجوه وبيفكر في التصويب أو بيفكر في إحراض الأهداف بيفكر في التواجد جوة الثمانتاشر ساعات يعني قلنا بيرستاو ده ممكن يلعب راس حربة فهمتني؟ فبرضه يعني مجهوده مش منظم يمكن بيرستاو مع مودست مش هارموني يعني مش ده الاتنين اللي هما تقدر تترجمهم مع بعض أو حسين الشاحات ووسطيه ومودست مش قادرين يعمله تفاهم عايزين واحد أكتف شوية لو سامة أبو علي موجود وكهربا موجود أعتقد بيبقى له التأثير الأقوى في المنطقة دي واضح كمان الإجهاد اللي موجود على لعبتنا اللي لعبه في منتخب مصر عشان كده أفكر نهارده في مراهون عطيه أنه يريح شوية عمر السلية فوق الحقيقة فوق طاقته نهارده أنا سعيد بيه جدا محمد هاني والأداء بتاعه هو علي معلول رغم الرتوبة اللي حصلت دي وندم المباراة طبعا مصطفى شوبير بالنسبالي اللعيبة قدت المهمة وقدت المطلوب منها ورجعت بسلاث نكات مهمين جدا للدور اللي بعده عمدنا في مصر هنا إن شاء الله في الجو بتاعنا بجماهيرنا اللعيبة كلها تبقى اكتملت اللي أقل بدانية بتاعتها والتوفيق بقى من المدير الفني أنه يبتدي زي ما انتهى هنا يعني زي ما انتهى هنا هنا نبتدي بقى في المباراة اللي جاي بإذن الله فألف مبروك وأنا سعيد لجماهيرنادي الأهلي اللي النهاردة كانت يعني متخوفة من بعض الإصابات اللي مش موجودة وبعض الغيابات ولكن بنذكر بعدنا دايما إن الأهلي الحقيقة بمحضر صحيح